في ذات مساء مكتض بالمرة هناك سيدة قد وقفت على قارعة الطريق منعتها عفتها أن تسر الناس حاجتها ضاقت بها الأحوال وغلقت الأبواب في وجهها حاولت وناضلت في إيجاد لقمة العيش وإتطرى عليها فكرة بأن تكون أول سيدة سعودية في منطقة المدينة المنورة لبيع الشاي على الجمر في الطرق العامة قدمت على وظيفة كنت بحثة على دخل يساعدني في الدخل اللي عندي ما لقيت فتجهت للشي هذا وسويت البسطة هذه في شر الملك عبد العزيز يعني ناس معايا وناس لا ناس وكفوا معايا قالوا لي شي مرة حلو وستمر فيه وناس وكفوا معايا منهم حتى أقاربي قالوا لي ما هو شي تمام فأنا ما أشوفه أنه عب البيع الشراء ما هو عب واجهت بايعة الشاي السيدة جمانة مكي انتقادا واسعا من الأقارب والمحيطين بها لكن سرعان مختفت هذه الانتقادات وتوالت عبارات التشجيع وبدأنا بناتها الجامعيات بمساعدتها في بيع الشاي والقهوة للمرة والمتنزهين ولم يضرهن هذا العمل الشريف أوجه لكل فتاة وكل بنت أو كل حرمة يعني ما لقيت وظيفة وما جاءت عين تسوي الشيء اللي أنا سويته والشغل ما هو عب ولا هو حرام وقد كابدت وتحملت السيدة جمانة الظروف والتحديات كي تساعد أبناءها وبناتها في الحصول على متطلباتهم الدراسية والحياتية التي قد تكون جسرا لهم للعبور إلى مستقبل خال من قسوة الوقوف على شرفة الطريق لبيع الشاي لتكون هذه السيدة العصامية بائعة الشاي نموذجا حسنا يحتذا به ويضرب به المثل على النجاح والكفاح سعود الحربي الإخبارية المدينة المنورة